أخوكو حسين الشحات جاب جنين بصراحة قيمة الجن الأولاني تغزيلة كل شراب بين الرجلين ثم ركنت بانلتي لفت هدايا انبسق يعني بصوا أنا زمال كاوي بس اللي عمله حسين الشحات نهارده والجن التاني دريب عارفين يعني دريب لكن لا يسعني أن أذكر بكل أسف وبكل حزن أن الجنين هي صناعة إمامية عشورية الجن الأولاني إمامي عشوري الجن التاني راح لكهرباء وهنا أيضا بكل أسف وحزن وكهرباء راح لعبها بالعرض راحت لحسين الشحات حسين الشحات يعيش أعظم أيامه جاي بجنين بجد وخلاص إمام أسست سميه إمام أسست أو أسست إمام إمام لا يفعل شيء غير أنه يعمل أسست ويروح يبوس يعمل أسست ويروح يبوس أهو يعمل أسست كهرباء بيقول له قومي يا ابني كفاية بوس أبوس أنا شوية قال له لأ أنا اللي حبوس لأن أنا اللي عمل الأسست وأنا اللي بوس وأنا عيط وعمر عيط يا رب دايما يا رب دايما نسمع منك الكلام ده لأن أنت بيبقى دمك خفيف جدا وأنت مش كذبان أول ما تكسب وتفتح صدرك بتشوف منك واحد ما نعرفوش تبقى مفتاري واخد بالك مفيش مانع يعني إنك تعيه يعني أنا مش عايز أقولها إنك تعيه لكن أنا يعني هو بيلخص الحالة الحقيقة يعني بدم خفيف في الحتة دي بيلخص حاجة مهمة جدا بيلخص أنت لما يكون اللعيب لعيب كويس مش بالضرورة يسجل عشان تشوفوا لعيب كبير يعني أن يقيم أنا كنت خايف من دي قوي أن يقيم أمام عشور هو جاب كامجون كنا حنبص نلاقي نفسينا قدام حالة يتيجي ما تجيش على فكرة أنت لما تشوفه جاب كامجون مع زمالك جوانه حلو أو حاسمة هتليمه سبع تمامة جوان مثلا في الموسي لكن الأهم منه تأثيره في الملعب رؤيته دعمه للفريق أنا شفت له لقطتين وحد علق على الكلام ده الكرة يجري ويضغط ويلعبها وما يستناش نتيجة اللعبة تبص لقيه عامل سبرينت عشان يرجع يوقف مكانه الارتداد السريع ده ده ملتزم بتعليمات أيوة ده اللي يقولك أن اللعب ده ملتزم وطالما أنه هو ملتزم وعنده المهارة وعنده الثقة وعنده الرغبة بإذن الله يكمل نجاحه إن شاء الله على فكرة مباراة الغد الأهلي وسان جورج حيديرها طاقم تحكيم من مالي الحاكم بوبو تراوري ومعاه أمد وجوز وفان تدريس والحاكم الرابع إبراهيم كيتا طاقم من مالي هيتطلعوا يقولك أصله الأهلي فيه أليو ديانج من مالي ودهو البلديات حتسمعوا الكلام ده لكن عموما أعتقد كبتن طلعك يوسف كان كلامه إنه الأهلي عنده تحديات صعبة جدا وكبتن شوبر عدد هالو لكن ظهر فيها ارتباط شديد جدا وتداخل جدة أبو ظبي ده الممر السوبر جدة أبو ظبي الممر السوبر العالمي ليه؟ في ديسمبر اللي جاي إن شاء الله تعالى الأهلي حيكون فيه جدة ابتداء من 12 بطولة كأس العالم للأندية تذكر عليها إقبال شديد جدا جماهير الأهلي عمل ملحمة رائعة جدا في الإقبال جماهير اتحاد جدة طبعا الاتحاد فريق كبير وجمهوره متعطش جدا عندهم ثقة كبيرة إنه المباراة الأولى حيتجاوزوها مع أوكلاند سيتين نيوزلندي ده المفتاح وبالتالي يخش على البطولة فحجزين يمكن غرفة الفيفا الخاصة بالحجز واللجنة المنظمة في ساعة واحدة كان فيها قيمة الانتظار ربع مليون وفي آخر اليوم وصلت لمليون فيه إقبال شديد جدا من الجماهير السعودية وشديد جدا من جماهير الأهلوية في السعودية وهنا كمان وعشان كده النادي الآلي خاطب الاتحاد الدولي بحثا عن تخصيص كمية لجماهير النادي الآلي المسائل اللي فيه فرد إن الأمور ما تركها لللجنة المنظمة لكن لازلت المفاوضات شغالة في الاتجاه ده والنادي الآلي مجلس الإدارة أسند إلى المهندس خالد مرتاجي أمين الصندوق رئاسة بعثة الأهل في كأس العالم للأندية طيب الممر السوبر ماشي إزاي أنت حتلعب كأس العالم من 12 إلى 22 ديسمبر وعليك يا باش مهندس الانتقال بعدها مباشرة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي عشان بطولة السوبر المصري البطولة هناك عندك مباراة يوم 25-12 مع السيراميكا كيلو باتر وفقا للقرع اللي تعملت مبارح أو مش قرع هي الليح اتقال إنه خلاص بطل الدوري باستمرار في السوبر المصري هيلاعب بطل كأس الرابطة أي أن كان دمين ودمين تاني الدوري اللي هو المراد بيرامدز هيلاعب بطل الكاس كاس مصر لغاية دلوقتي لسه ما تحددشي لأنه يوم 4 أكتوبر يعني بعد مباراة الأهل وسان جورج الجمعة الأهل حيستعد لمباراة أمبي في كاس مصر 4 أكتوبر إذا أمبي خرج من البطولة والأهل صعد للفاينال يبقى اللي حيشارك في مباراة السوبر في يوتشر الرابع الدوري لأن الزمالك الثالث الدوري معاقب ومبعد لانسحابه من البطولة اللي فاتت كانت ساعتها تقال لك علشان كهرباء ومعترض على وجود كهرباء مع أنه كهرباء موجود لغاية دلوقتي بس هو ده كان السبب المعلن عشان الزمالك يخلع من مباراة السوبر ويبعد عن مواجهة الأهل في التوقيت ده السبب اللي تقال مازال قائم لغاية دلوقتي والدريا مستمرة بس ما فيش مشكلة إنما هذا الممر السوبر باش مهندس فيما بين جدة وأبو ظبي تقاطع فيه إن أنت لو ربنا أراد ولعبت لغاية فاينال كاس العالم هتخلص يوم اتنين وعشرين تسافر أبو ظبي تلعب أول مباراة مع السيراميكا يوم خمسة وعشرين والتلاثة أيام دول الفصلين في هذا الممر أنت لو تجاوزت اتحاد جدة اتحاد جدة كان ما هو مفترض إنه يكسب أوكلند ويقابلك أو أوكلند غالباً اتحاد جدة لو تجاوزت المباراة دي ها غالباً هتلعب لحد قبل آخر يوم بيوم زي ما حصل في المغرب لأن بتلعب تلتوا رابع وبتلعب مش عارف إيه هتلعب في السيم الفاينال مع بطل أمريكا الجنوبية بزرق فأنت عندك كده كده يعني لو ربنا أراد وكملت الماتش الأولاني اللي هتلعبه لو كسبته هتعد لات يوم اتنين وعشرين أو واحد وعشرين أو واحد وعشرين اتنين وعشرين يعني سواء لعبته فاينال أو ما لعبتش فاينال لو تجاوز الماتش الأولاني بتاعك هتقرب يا واحد وعشرين يا اتنين وعشرين كده انت دي الموعيد بتاعتك فانت هتروح على ماتش سوبر السوبر اللي في الأمارات كمسة وعشرين ماتش سيراميكا سيراميكا مم وبيراميدز هيكون لعب قبلك بيوم مع فيوتشار أو امبي أيهما يعني يا فيوتشار امبي مم فانت عندك ماتشين هتلعب ماتشين السوبر ده مش ماتش هتلعب مع سيراميكا لو كسبت هتلعب الماتش التاني هتلعب ماتشين هتلعب ماتشين يعني إن شاء الله لو كسبت هتلعب فاينال مع الفائز من بيراميدز وفيوتشار أو امبي طب لو ما كسبتش هيبقى ماتش هتلعب الخاسر هتلعب الخاسر هتلعب ماتشين يعتبر ما عارش ايه بقى تلت ورب المهم يعني هتلعى عشان توزيع الجواز توزيع الجواز برضو جايزة وممكن يكونوا هيكتفى بكده يعني هما ما اعلنوش عن ال ال